سباح الخير عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبيبي النهاردة هنبدأ روتين جديد وسلسلة جديدة ومختلفة ان شاء الله على عام سعيد بإذن الله ربنا يا رب يجعل قلوبكو دايما عمرانا بالخير والسعادة والرضا النهاردة هنبدأ بالانتريه طبعا ان يعني معظمكو عارف الروتونات الخفيفة اللي قديمة انا بحاول ايه انظف البيت قبل منام بس طبعا مش بكنسوا غير الصبح ففي حاجات بسيطة بعملها الصبح يعني بس قبل منام بروح شايلة كل الحاجات الا ازا كنت فترة تعبانة او حاجة بتلاقوني ايه ممكن اكسل او ما اقدرش فايه بعمله الصبح تاني يوم بس في الغالب بيباتل بيت نضيف الانتريه او المكان اللي انا قاعدة فيه لازم يبقى نضيف طبعا انا بحط يعني كوفيرتا خفيفة في الشتاء على اركان الكنب اللي قاعد ممكن يغطي نفسه هنا انا عندي قطة زي ما معظمكم برضو عارف في الفيديوهات انها دايما بتطلع معايا كده يعني بتقطح من فيديوهاتي انا اقولها انك انت بتقطح من فيديوهاتي ده الاكل بتاعها الصبح كل يوم بغير لها مياه ده فخار معنومة صغيرة للناس اللي بتربي قطة لأ ما تحطيش في حاجات بلاستيك علشان بتعمل التهاب لبق القطة او فطريات في بقها فتضطر انك تعلجيها ده دكتور بيطاري كان بيقول على الموضوع ده فانا اجيبالها اكل بجيب لها درايفود يعني بتجيبي احسن نوع ميراكات حاجة اسمها ميراكات طبعا مش موضوعنا بس فعلا دي معلومة حلوة جدا ممكن تستفادوا منها للناس اللي بتربي قطة يعني دايما جيبي طبق فخار بخمسة جنيه كده وحطي فيه بعد ما خلصت اكل القطة هتيجي تاكل دلوقتي اكيد عشان لسه ما صحيتش من نوم انا بس هقبل القطة اساسا طبعا بارح كنت جايبة شوية طلبات للبيت وما شلتهاش من الاكياس حطيتها زي ما هي على الرخامة فهنعمل ايه بقى؟ انا بشيل الاكياس اللي هي بتبقى كده فاكرين البسكت اللي قلتلكو عليه حلو جدا للمطبخ ارجعوا الفيديوهاتي هتلاقوا بسكت كده ملون شكله حلو قوي بتحطي فيه بواق الاكل كل يوم كيسة صغنانة وبتربطيها تحطيها في الكيسة الكبير بتاع الزبالة عزكم الله فانا ما بقى ايه ما برمش الاكياس دي الا لو كانت مستهلكة يعني مخرومة بيضة كده بس تعمل انا دقيقة كوسر في الغالب بس لو فيه دقيقة سايب برضو كوسر ممكن اجيبه بعد ما رصيت الحاجة وخلاص خلصتها هنبدأ بقى ايه اجاهز للغداء يعني انا هنا عاملة بسلة وغسلها جبتها من يومين وبفصصها طبعا في التلاجة ما بسيبهاش زي ما هي نفس اليوم بفصصها هنا ضربت بصلايا وطبعا لازم انضف اي جهاز باستخدمه بنضفه قبل ما بدخله علشان الاجهزة تحافظ على وقت سنين طويلة مش وقت طويل لا سنين طويلة هحط بستخدم زيت طبعا واحيانا يعني بعمل بلية او سمن بلدي الطبيق حسب الموجود عندي هنا هخلي البصلايا ده بالنسبة للبنات الصغرنانين اللي هما لسه عرايس ولسه حابين يتعرفوا على مثلا بسلة بتطبيق ازاي والحاجات دي كلها انا هقول لكو خطوة خطوة البصلايا لازم السمن بتاعك معلش يبقى كتير في الطبيق مش هنقول صحيا لا بس علشان بديله طعم احلى يعني مش سمنة عادي لا حاول تجيبي حتى لو دهن حيواني اثبت صحيا انه افضل كتير من السمن النباتي المهدرج هنا انا قطعت جزارتين حلوين كده على البسلة وهنا بعمل ايه البطاطس دي بنقعها في مية على اساس ان المية بتنزل النشويات اللي فيها فلما ايجي اسقطها يعني انا انا ازل البطاطس يعني في البسلة بتلاقيها ايه مش من الشي معايك الاكل حلو متسبك وطعمه مزبوط مية في المية هنا اللحمة بعد البصلة على طول بصفر البصلة بخليها لونها دهبي عشان ده اكل مسبك طبعا فالبسلة تبقى مسبكة كده طعمها حلو انتوا عارفين اكلات الشتاء بتبقى ايه دسمة شوية بنطلع من الشتاء تخننين شوية وبعد كده ايه نفكر ان احنا نخص في الصيف طبعا هنا انا بقلب اللحمة بشوحها على الناحيتين لغاية ما يغير لونها وانزل بسلة والجزر وقلبهم فيها لغاية ما اعمل صوت كده تشتاشة كده او تك 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 ولا اي حاجة انا في الغالب مش بصفيها يعني واول ما هتغلي نص غلوة كده يعني هتغلي واروح منزلة ايه البطاطس فيها هنا هنا نعمل ايه بعد ما خلصت وطيت على الاكل والطبيق وقلت اعمل حاجة حلوة افطر بيها تاني يوم حملت المعمول بطريقة ايه حبيب طالها حلو جميل بس انا كنت عايزة انعم من كده شوية الطريقة دي اول مرة اجربها حقيقة بس هشاركوا فيها برضو على اساس لو حبيتوا تعملوها هتبقى طعمها حلو جنب الشاي بلبن السبح جنب شاي العصاري كده معايا نص كوباية من الزيت ونص كوباية سكر ونص كوباية من اللبن البودر وفانيليا وبكنج بودر يا دوب ربع المعلقة الصغيرة وبيضة واحدة وربع كوباية نشا وكوبايتين ونص من الدقيق ممكن ما تحتاجيش الكوبايتين ونص ممكن تحتاجي كوبايتين وربع او كوبايتين ومعلقتين تلاتة صغيرين هنا انا بحط الزيت وبحط اللبن البودر وبحط السكر واضربهم ضرب جامد مع بعض بعد ما يضربوا اروح نزلة بالبيضة وخليها تندرب معاهم كويس قوي يعني كل السوائل هحطها حتى الفانيليا برضو هحطها معاهم تمام كده بقى تقيل ازاي يعني الخليط كثيف فجميل يعني بصراحة ورحته حلوة قوي اللبن البودر مع الزيت والسكر فرحته جميلة عامل هو طريقة اللبن المكسف معا دا ما بتحطيش طبعا بيضة احنا بنحط زيت وسكر ولبن بودر بس بكمية اكبر من كده فبطلع معانا الخليط حلو جدا زي اللبن المكسف بالضبط اللي بعمله قبل كده عملناه ممكن اسيبه ليكو الفيديو في صندوق الوصف هنزل بالنشا والدقيق وهحط البيكنج بودر برضو معايا وزي ما قلتلك وربع المحلقة الصغيرة يعني طرفها بيكنج بودر عشان ما تعلاش وايه ترتفع معاكي وتبقى طريقة احنا عايزينها مقرمشة كده مع كوب بيت الشاي الصبح بتبقى طعمها حلو هقلب كل الدقيق اللي انتو شايفينه معايا هقلبه تقليبه تمام يعني وهنزل بالخليط اللي قلتلكو عليه هنزل بيه كده واروح ايه مقلبه كويس لغاية ما يتشرب وبعد كده هعجم بيدي مش هعجن هلم العجينة لان كتر العجن في البسكوتات بتنشفها قوي فاهميني؟ لأ انتو هعايزين بسكوت طري وحلو وما يطردش السمن يعني زي ما مثلا العجن في الكعك الناعم لأ ما بيتعجنش ده بيبس يدوب بتلمب اطراف ايديكي كده صوابعك علشان ما يطردش السمن بتاعك فلو عجنتك كتير لأ السمن بتاعك بيطرده العجين بيخليه برا سبحان الله هنا انا بس بفرج كده بلمه لم مش بعجن لغاية بصه ازاي لغاية ما لقيها مسكت معايا وبقت كويسة انا عايزة بحاول يعني ان ايه افرج بس اما عجن لأ مش بعجن علشان تطلع العجينة معايا حلوة قوي ويطلع عجينة بسكوت مش عجينة عيش هو ده الفرق ما بين دي ودي انا هلم دلوقتي لطبق يعني يعتبر هلم الدقيق اللي موجود في الطبق عشان هلم العجينة تبقى معايا سهلة التشكيل يعني تقريبا خدت دقيقتين فرق كده لم بأدية وهنا بعد معجنتها دخلتها التلاجة اهدت بالزبط عشر دقايق انا عايزاها تجمد كده شوية تمام طلعتها من التلاجة بعد عشر دقايق حطيت طبعا بتحطي بلاستيك راب او كيس بلاستيك عليها عشان ايه ما تنشفش من فوق هطلعها بصوا جمدة ازاي مع ان زيت مش ثمن ولا اي حاجة هاخد منها واعمل كور كتير هعمل كورة بحجم حبة الجوز او عين الجمل يعني كلها كور متساوي تقريبا ولو عندك مثلا الاطعاط اللي هي البلاستيك او اللي هي زي دي كده فبس بتحطي فيها كيس بلاستيك او بتغلي فيها بالبلاستيك راب علشان سهولة انك تطلعي تشكلي الحاجة وتطلع معاك بكل سهولة جربتها من غير لأ كانت لزقة يعني اخدت وقت عباية مخبط فيها على البوردة فكانت صعبة اوي فالبوردة ده حلو جدا لو عندك مثلا قطعة من الخشب حاولي دايما تدهنيها زيت علشان بتتشرب زيت في دلوقتي يعني شفت بوردات او بورد يعني خشبة او قطعة خشب زيتية الزيت يعني ايه تلاقيهم مغطصينها في الزيت عشان تشرب زيت وما تلزقش فيها اي حاجة وانتي بتستخدميها هنا جبت صاجة مدها انتهاش طبعا عادي خالص وهنا التسوية زي ما انتوا شايفين اخدت معايا بالزبط في الفرن لازم اسخن الفرن كويس جدا علشان ما تنشفش معايا اخدت عشر دقايق فقط لغير في الفرن بس ايه اديتها وش زيادة بس مش اكتر اتمنى وصفتي وقناتي تعجبكم اتمنى يارب تكونوا بخير